فهذا عنوان حقيقي يطلق على أئمتنا المساجد والمسجد عنوان حقيقي أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني مرجعية بني نجا هذه اللفظة مسجد إذا أردت أن أقف عندها قليلا من جهة خصائصها العربية في الأدب العربي مسجد مفعل هذا هو الوزن الصرفي لها مسجد وزنها هيئتها الصرفية مفعل من الفعل سجد هذه الصيغة وهذه الهيئة الصرفية في لغة العرب صيغة مفعل وصيغة مفعل مفعل ومفعل هاتان أصيغتان تدلاني على مكان تدلاني على زمان تدلاني على حدث نقف عند مسجد المسجد مكان وهو المكان الذي يسجد فيه المكان الذي يسجد فيه يقال له مسجد من الفعل سجد والزمان والزمان يقع فيه السجود يقال له أيضا مسجد فمكان صلاة الذي يسجد فيه هو مسجد وزمان صلاة أيضا زمان صلاة الصبح يمكنني أن أقول عنه مسجد صلاة الصبح ففي هذا الزمان يسجد المصلي زمان سجود والمسجد حدث عملية السجود يقال لها مسجد مسجد بمعنى سجود بل يذهب بعض الأدباء من أن ما يقال له المصدر الميمي و مسجد إذا جاءت بمعنى حدث بمعنى وقوع السجود بما هو هو يقال لهذه الكلمة من أنها مصدر ميمي لأنها تبدأ بحرف الميم فيقولون من أن المصدر الميمي هو أقوى في التعبير عن الحدث من المصدر الأصلي الذي هو السجود يقولون إن التعبير عن حدث السجود بالمسجد هو أقوى من جهة البلاغة والفصاحة هو أقوى من التعبير بالسجود فيمكننا أن نقول مسجد الملائكة لأبينا آدم ونحن نتحدث عن سجود الملائكة لأبينا آدم إذن هذه الصيغة صيغة مفعل وصيغة مفعل الحال هو هو لا يوجد فارق في الدلالة في المعنى أقرب لكم القضية بمثال هو قريب من ثقافتنا كلمة مقتل مفعل قلت لكم مفعل ومفعل المعنى واحد من جهة الهيئة ومن جهة الصيغة مقتل من الفعل قتل مقتل يقال عن كربلاء هي مقتل الحسين المكان الذي قتل فيه الحسين فكربلاء مقتل الحسين المكان الذي قتل فيه الحسين ويقال عن عاشوراء مقتل الحسين عاشوراء مقتل الحسين اليوم العاشر من شهر محرم مقتل الحسين هذا هو الزمان الذي قتل فيه الحسين ويقال عن تفاصيل الحادثة عن الحدث نفسه بما هو هو بكل تفاصيله وتراكيبه يقال له مقتل الحسين ألا تؤلف الكتب بهذا العنوان كتب المقاتل مقتل الحسين أين أنت ذاهب ذاهب إلى المقتل إلى المجلس الذي يقرأ فيه قصة مقتل الحسين فمقتل الحسين مكان قتله ونفس الشيء ألا يقال هذا المذبح جزء من الحرم الحسيني يقال له المذبح المنحر المكان الذي ذبح فيه الحسين المكان الذي قتل فيه الحسين المقتل مكان القتل المقتل زمان القتل المقتل الحدث نفسه تفاصيل الواقع الأمر هو هو في هيئة مفع المسجد فالمسجد فالمسجد مكان السجود زمان السجود وحدث السجود المكان الذي وقع فيه السجود لأبينا آدم مسجد والزمان الذي وقع فيه إن كان يحسب بزمان بما يناسبه فالزمان هو مسجد أيضا والحدث نفسه عملية السجود نفسها بتفاصيلها الواقعة التي حدثت يقال لها مسجد أيضا فحينما يأتي القرآن معبرا عن الإمام المعصومي بالمسجد هذا العنوان يجمع كل هذه المعاني نحن نتحدث عن معاريض كلامهم نحن في مقام تأويل قرآنهم نحن لا نخدع تأويلهم إلى قواعد يضعها الأدباء أو علماء الصرف إلا إذا ثبت عندنا من أن هذه القواعد تنسجم مع معاريض كلامهم مع لحن قولهم فهنا حينما يطلق التأويل القرآني عنوان المسجد على الإمام المعصوم كل هذه المعاني وغيرها داخل في هذا العنوان فكل مكان للسجود ينمى إليه ينتمي إليه وكل زمان للسجود ينمى إليه وكل حدث سجود ينمى إليه هو الجوهر هو الأصل فكل المساجد تتجه باتجاه الكعبة والكعبة أصداف جوهرها علي إلى هناك تتوجه المساجد إلى ذلك الجوهر المقدس المطهر وأزمنة السجود هي الأخرى أزمنة ترتبط بهم وهذا المعنى واضح في كلماتهم وحتى في زياراتهم في زيارة الندبة التي نزور بها إمام زماننا نخاطبهم من أنكم أنتم أنتم يا سادتنا وإمتنا أنتم أنتم أوقات صلاتنا هكذا نخاطبهم في زيارة الندبة الشريفة الزمان مرتبط بهم والمكان مرتبط بهم والحدث مرتبط بهم وذل كل شيء لكم فالأمكنة أشياء والأزمنة أشياء والحوادث والأحداث أشياء وذل كل شيء لكم تتفقون معي أو لا ماذا تقولون أنتم هذا هو الذي أطالب به مراجع النجف أن يعودوا بالشيعة إلى الثقافة الأصيلة هل جئتكم بشيء من عندي حدثتكم بقرآنهم وفسرته بتفسيرهم وقرأت لكم ما قرأت من زياراتهم من أدعيتهم التي تعرفونها في مفاتيح الجنان وفي كتبنا الحديثية التي نقطع من أنها قد وردت عنهم صلوات الله عليهم قطعا أتحدث عن قطع إجماليا لما جاء في هذه الكتب الشريفة فهي قد تعرضت لتحريف وتصحيف على أي حال ليس الكلام عن هذه الجهة هذا هو الذي دعوت سابقا وأدعو في هذه اللحظة مراجع النجف أن يعودوا إلى رشدهم أن يعودوا إلى دائرة إمام زمانهم أن يعتذروا عن نقضهم لبيعة الغدير وأن يجددوا بيعتهم بشكل صحيح لنفس المضمون الذي حدثتكم عنه حينما حدثتكم في الحلقات الماضية عن بيعة الغدير المحمدية بوجهيها الثابت والمتحرك والله هذا هو الذي دعوتهم إليه دعوتهم إلى هذه البضاعة وإنني لا أبيع بضاعة غيرها حتى إذا لم أجد أحدا يشتريها فإنني سأبيعها على نفسي مثل ما بعتها وبعتها مرارا وكرارا أبيعها وأشتريها إنها بضاعة بيعة الغدير وهل هناك من بضاعة تكون أشرف منها ترجمة نانسي قنقر